ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الميزان ونصائح مهمة جدا جدا هتفرق معانا في شهر مارس لعام 2020 برج الميزان خلينا ان احنا نسمع النصائح دي واول نصيحة ان احنا ناخد بالنا من النصائح اللي هنقولها ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نطبقها اول حاجة وندخل في الموضوع على طول هي ان يا برج الميزان ما نسمحش لحد انه يتدخل في حياتنا ما نسمحش لحد انه يتدخل في بيتنا في شؤوننا احمر صور مليون صور برج الميزان في اشخاص كتيرة ممكن تزعل منك عشان انت عملت صورة على حياتك عشان انت ممكن يكونوا بيقولوا ان انت بالداري عليهم بتخبع اللي يقول يقول اللي يغبط دماغه في الحيط عادي لكن يا برج الميزان اللي يكون عايز يدخل حياتك او يتدخل في حياتك غصب عنك يا اما كده يا اما ما يعجبهش يبقى مع السلامة يبقى الشخص ده ما ينفعكش ده اول شي فاول حاجة ما ندخلش حد حياتنا شؤوننا الخاصة بيتنا انه يتعرف على الحاجات حتى التفاصيل الصغيرة ده مهم جدا تاني نصيحة مهمة يعني لازم ان انا نحطها برضو في الاولوية الصحة لازم ان احنا نكون مهتمين بصحتنا يا برج الميزان فيه ارهاق شديد فيه تعب فيه ضغوط كل الحاجات دي لو نحاول ان احنا نعمل راحة في النص نرتاح يعني نفصل نفصل دماغنا نريح جسمنا ما يبقاش فيه ضغط جبير الحاجات دي كلها هتسبب لنا مشاكل بعد كده او ضغوط نفسية كل ده احنا ممكن نكون متأثرين بيه اكتر عرضة في الوقت ده هيكون الاسبوع التاني من شهر مارس فلازم نخلي بالنا قوي قوي من على صحتنا وعلى صحتنا النفسية برضو لان اجتماعيا الوضع هيكون في بعض التقلبات اللي هتخلي نفسيتنا تكون مش القدر الكامل من الايجابية يعني فده برضو نصيحة مهمة جدا تاني حاجة ما تسمحش لحد انه هو يقول لك رأيه فيك انه هو يقول لك انت فاشل انت مش قادر انت لأ هنا مش كويس لأ انت هنا كويس انت قادر على انك تطلع عيوب نفسك وبرج الميزان على فكرة من النوع الواضح جدا وبيطلع عيوبه قدام نفسه وبيعرف يصلح العيوب يعني قادرين على ان احنا نصلح عيوبنا اما الشخص اللي هو بيحاول يطلع عيوبك ويبدأ انه هو يطلع كلام سلبي فيك او يسيق فيك قدامك هو عشان يديلك طاقة سلبية احذر جدا جدا من فكرة انه هو عايز يديلك طاقة سلبية خلي بالك جدا جدا من ده ده نصيحة برضو مهمة انا بقوله النصيح بشكل سريع لان هي كتيرة جدا فيه نصيحة بقى مهمة برضو قوي قوي برج الميزان احنا ملوك الطاقة الايجابية خارجيا بمعنى يعني احنا خارجيا بنعمل صورة او بنصدر صورة قد ايه مبهجة قد ايه بنتحك مع الناس وقد ايه بنهزر وقد ايه وقد ايه وقد ايه نتجرح لا ممكن نتواجع لا انا خاف ندخل الموضوع ده الاحسن نقعة انا خاف نفشل لا خلينا نجرب احنا خلينا نحارب احنا في دنيا والدنيا دي لازم نجرب فيها لازم نعمل تحدي كتير نتحدى نفسنا مش نتحدى الاخرين فخلينا نحنا نتحدى كلمة ان احنا نقول ده صعبة او مش صعبة برج الميزان صعب ان هو يقول على حاجة صعبة لا مش هقدر اعملها لكن في بعض الاحيان بنكون مضطرين لده عايز اقولكم على حاجة في حد من التعليقات لسه شايفة تعليقهم من بارح او صبحة ان اصحاب برج الميزان دايما مبسوطين في بحجة دايما حياتهم متيسرة والله ده ظاهريا والله ده ظاهريا يعني دحكتنا والحاجات دي كلها خداعة يعني من جوانا بنلقب بنتحمل كتير وبنشيل كتير وانه بقى ممكن في كمية الحزن ومن خارجنا كمية الضحك والهزار فده ظلم الاصحاب برج الميزان حبيت ان انا وضحه بس عامة تاني في نصيحة تانية مهمة ما تسمحش لاي حد وجعك انه يدخل حياتك تاني او ما تسمحش لاي حد وجعك انه يكمل وجع او يكمل اهان او ان انت تسكت يعني الشخص ده قريب منك ما تسكتش يا اما تردي اما تبعد تبعد وتقفل الباب تماما فاي حد ان يوجع وعلى فكرة قريب غريب اه شخص مش عارف مين حد ما كنتش تتوقع منه كده كل الحاجات دي اشتري نفسك اشتري دماغك برج الميزان مشكلتنا في حاجة ان احنا اه نفسيتنا بتتأثر بسرعة وعصبيين جدا وعصبيتنا بتأذينا احنا يعني ممكن نبقى عصبيين ومنتشال ومنتنكت وده يأثر علينا يأثر على ضغطنا يأثر على مشاكل كتيرة جدا فليه نوجع نفسنا ما اللي عايز يوجعنا او اللي وجعنا او كل الكلام ده ما نقفل الباب في وشه ونخلص ده هيكون اسلم حالة وهيتوجع وبيرجع يندم اي حد يا جماعة بيوجع برج الميزان بيندم بعد كده على الموضوع ده طيب خلينا نقول النصيحة اللي بعد كده برج الميزان خلينا ان احنا نكون قد الضغوط قد التحدي قد حاجات كتيرة جدا جدا لان ده في الاخر هيسب علينا احنا بالاجابية هيكون اخرة الموضوع ده ايجابي فنتحمل الضغوط بس نرتاح في النص يعني يعني الراحة وجبة برضو يعني ما نتغطش نفسنا ونتعب نفسنا بقدر رهيب لا نرتاح وفي نفس الوقت نتحمل الضغوط ونكون مقتنعين مقتنعين قناعة كاملة ان ربنا هيكون واقف معنا وإحنا قويين على اي حاجة ممكن تكون صعبة ضغطة عالي علينا كل الحاجات ده فلازم يكون عندنا الايمان القوي ده نصيحة تانية اصحاب برج الميزان في ايش ايه اصلا برج الميزان من النوع المتسرع حصل له حاجة حلو ايه حصل لي حاجة كويسة جدا حاجة جميلة هو فدايما بيطلع دايما بيقول يعني دايما بيفضح نفسه دايما بيجيب الحسد لنفسه برج الميزان لو هتعلن عن حاجة ايجابية يبقى تخليها في سرك خليها في سرك الفترة على الاقل دي لحد اما الموضوع يكون ايجابي لحد اما الموضوع يكون ماشي معك بشكل كويس عارف ان فيه ناس حاجدين عليك فيه ناس عايزة توجعك فيه ناس بتصدرلك طاقة سلبية بشكل رهيب عنيف فقال لي خليني انا اعلن حاجة زي دي فكرة اني انا عايزة اعمل اصارة فكرة اني انا فرحان طيبة قلب برج الميزان دي لأ انا خليها على جنب شوية ومنحس طيبة قلب برج الميزان فيه اشخاص ممكن يكونوا زلموكم واجعوكم وانتوا شايفينهم انه هما رجعوا بشكل ايجابي فبرج الميزان ايه ده دول بقى كويسين يلا ناخدهم بالحضن ويلا لأ فكرة طيبة قلبك قوي قوي دي لأ خليها على جنب اللي زلمك ما تديش الامان الا لما يعملك اثبات مرة واثنين وتلاتة انه هو اهل للثقة مرة تاني ما تثقش في حد بسرعة خليك ان انت تكون قد ايه واعي وقد ايه عينك مفتحة لكل شيء بيدور حواليك والسبب اللي ممكن يكونه رجعو لك عشانه ايه السبب اللي ممكن يكونه بيصلحوا او يبرروا عشانه ايه فكر كويس جدا ما تبقاش طيب ما تبقاش بترجع لناس ممكن يكونوا زلموك عشان انت شايفهم رجعوا بقى كويسين اكيد فيه سبب سبب يا اما ايجابي يا اما سلبي الايجابي خليه لحد اما يتسبت لك مرة واثنين وتلاتة عشان ترجع الثقة مرة تاني النصيحة دي مهمة جدا النصيحة اللي بعد كده برضو مهمة جدا جدا هي ان احنا لازم نسمع كلام روحانياتنا كلام قلبنا كلام عقلنا يعني التفكير اللي احنا بنفكره خلينا نشوف طريق التفكيرنا وإحنا زكيين فخلينا ان احنا نسأل نفسنا نخرج شخصية تانية قدامنا ونبدأ ان احنا نستشير نفسنا في المواضيع اللي جاية في المستقبل نفكر في المستقبل وبس نفكر في حياتنا وبس نفكر في اللي جاي لينا مش للناس مش للناس هتقول ايه خلينا نلغي الوضع الاجتماعي ده تماما اللي شايفك كويس هيقرب منك اللي حاقد عليك هيقرب منك عشان يشوفه يتطلع على حياتك عشان يبقى السورة قدامه كاملة فده برضو انت من روحانياتك تقدر تكتشف كل الاشياء دي برج الميزان خلينا نسمع طريقة احساسنا روحنا روحانياتنا بتقول لنا ده ايه وده ايه والموقف ده ايه وده ايجابي ولا سلبي والحاجات دي كلها خلينا ان احنا ما نفكرش في اي شيء سلب نفكر في الايجابي فقط نفكر في الشيء الكويس بس نفكر في الطموح في الاولويات اللي فيها تمايز ده اللي احنا نكون بنفكر له للمستقبل اي حاجة تانية نلغيها اي حاجة تانية وجعانا نلغيها مش وقتها تماما الشهر ده شهر ايجابي جدا جدا الشهر ده شهر ابريل مايو يونيو هيكون ايجابيين رغم انه هيكون فيهم ضغوط كبيرة لازم ان احنا نتحمل ونبص المستقبلنا والهدفنا فده مهم قوي قوي برج الميزان كمان في نقطة تانية ممكن هنكون معرضين لبعض المواقف اللي هتخلينا ان احنا نشوف الاشخاص اللي هم ممكن يكونوا قريبين منك جدا جدا ممكن يكون حد من الاهل انه هم اوائل الناس اللي ممكن يكونوا بيتكلموا عليك كلام سلبي مش مش كويسين فيهم ان الموضوع مش حلوي يعني ده الصورة دي هتوضح قدامكم جدا جدا فلازم نخلي بالنا كويس قوي ما نزعلش ما نبقاش في تأثير سلبي لا خلينا ان احنا نكون انانيين وخلينا ان احنا نكون قويين من الاخر كده عايزة برج الميزان يكون جاحد الفترة دي برج الميزان من طبيعته العدل من طبيعته ما بيحبش الظلمة ما بيحبش ان هو يجي على حد فبالتالي هي الناس اللي بتيجي عليه اللي جي عليه خلاص ما تجيش عليه بس ابعد عنه وريح دماغك عنه ده مهم جدا كمان لو هقول في نصيحة تانية لاصحاب برج الميزان برج الميزان موضوع ان احنا قلبنا الطيب ان ممكن نساعد حد لفكرة ان هو يعني يوحي بان احنا نساعده لا خلينا نشوف هل فعلا يستاهل ده ولا لا ما نحكمش على الظاهري بالذات في الحاجات اللي بتلعب في عواطف برج الميزان نخلي بالنا كويس جدا جدا من نعم فنصيح كتير او فيه نصيح كتير تاني برضو لكن دول اهمها اللي احنا نكون محتاجينهم حقيقية في شهر مارس برج الميزان بحبكم جدا بتمنى لكم السعادة والتوفيق والحب وكل الخير اللي في الدنيا كلها يا برج الميزان وانتو تستاهلوا ده عمتا عشان ما طاولش عليكم ما تنسوش اللايك والشير والاشراك في قناة تفعيل الجرس سلام